بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام ورحمة الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم مرة أخرى دائما في إطار التكمنية المجداني المتعلقة بالزوجة ورأس أختار وعليكم إن شاء الله في هذه الحصة معلجة الأمثلة التالية المثال الأول كما تلاحظون المثال الثاني المثال الثاني الزوجيات العدد صحيح والمثال الثالث يتعلق العمر بلودخية وغكتة ومثالث خائم الزاوية مثلا كيف سنقوم بإدراج هذه الدالة وتمثيلها هذه الأمثلة التي سنقوم معلجتها ترتكز جميعها على أحد الأوامر خاصة بالجوزيبرا هنا لكن هذا الأمر لا يقتصر فقط على الجوزيبرا إنما يتواجد بجميع اللؤات البرمجة يستنينه في جميع اللؤات البرمجة مثلا لكي نقوم بإدراج الدالة الأولى سنكتب F2X بين قوسين هكذا ثم نكتب تساوي في شريط الكتاب الخاص بالجوزيبرا ونستدعي الأمر C عندما أكتبوا C في شريط الكتابة تظهر هذه اللائحة التي تحمل بجموعة من الأوامر من بينها سنهتم فقط ب C بين قوسين هناك la condition وهناك الأمر الذي سنقوم بتنفيذه إذا توفر هذا الشرط إذا كانت هذه اللائحة سنقوم بتنفيذه سنقوم بتنفيذه المكان وإذا لم يتوفر هذا الشرط سنكتبه الأمر الثاني الذي سنكتبه بعد مباشرة هذا ما سنكتبه هنا C بين قوسين كما تلاحظون إذا كان X أصغر من أو يساوي ناقيس إثنان على الجوزيبرا نكتبها بكل بساطة C X إتنفيريور هكذا موائ 2 سنطلب من الجوزيبرا أن نكتبه هذا الأمر 6 مقسم على X زائد 1 سأكتبه 6 ثم أقوم بالقسمة وبين قوسين سأكتبه X زائد 1 إذا كان X محصور بين ناقيس إثنان يعني X أكبر قطعا كما تلاحظون هنا من ناقيس إثنان أو يساوي 4 فإنني سأطلب من الجوزيبرا أن يكتبه X زائد 2 ناقيس 9 أما إذا كان X أكبر قطعا من 4 ونكون X أصغر من أو يساوي 4 أما إذا كان X أكبر قطعا من 4 فإنني سأطلب منه أن يكتب هذا الأمر الثاني المقسم على X ناقيس 5 هذا ما نفعله هنا سأستطيع مرة أخرى الأمر C C بين قوسين إذا كان X محصور بين ناقص 2 و 4 سأكتبوها هكذا ناقص 2 الصغر قطعا من X الصغر من أو تساوي 4 فاصلة سيكتبو للجيو جيبرا X plus 2 أو سيرسموا X plus 2 ناقص 9 X plus 2 هكذا نكتبوها على الجيو جيبرا ناقص 9 أما إذا كان هذا الشرط غير متوفر إذا كان X أكبر قطعا من 4 فسأطلب منه فاصلة أن يكتب 2 أن يرسم دالة 2 نقص على X ناقص 5 أكد 2 مقصومة على بين قوسين X ناقص 5 لذلك لا يتبقى فقط إلا الضغط على زر الإدخال الخاص بالروحية المفاتيه سأضغط على أنتخي لاحظوا عندما أضغط على أنتخي يمكننا أن أظهر المحاور لزاكس كما يمكننا أن أظهر هذه الشبكة بطبيع الحال لغري يمكننا أن أقوم بإخفاء هذا المثال أو هذا النص سأقوم بإخفائه سأضغط هنا بالزر أمن الفأر وقت وأضغط على حتى نتمكن من معينة هذه الدلة التي قمنا برسمها كما تلاحظون هذا الأمر الذي تحدثنا حوله الآن C هذا الأمر سمح لنا كما تلاحظون أو كما لاحظتم الآن سمح لنا بإدراج هذه الدلة سنقوم بالذهاب إلى مثال الثاني سأقوم بمسح هذا التمثيل سأقوم بإخفاء هذه الشبكة وأقوم بإخفاء كذلك المحاور لمعالجة الأمر الثاني سأحتاج أولا إلى إدراج عدد صحيح سأذهب إلى شريط الأدوات سأختاره كيوكسر هذا الكيوكسر هذا الزالي ستكون من النوع سأضغط على أنت هنا يمكننا بطبيعة الحال تأشير على اليطوغ حتى تكون القيمة شوائية ويمكننا كذلك إدخال قيمة الدنوية والقيمة القصوية أنا لن أغير شيئا لأنني أريد فقط استعمال العمر C الذي نحن بسطته ولهذا سأدخل مباشرة العدد الذي حصلت عليه N ثم يمكنني طبيعة الحال تغيير قيمة هذه الزالقة مثلا هنا الزالقة تشير العدد 2 يسوي 11 يمكننا أن نغير هذه القيمة باستعمال زر إيصار للفقرة نص سنقوم بإدراج نص لأجل ذلك سأذهب إلى شريط أدوات دائما من هذه الأيقونة هنا من هذه الأدات سأقوم بالضغط عليها مرة واحدة تظهر لي هذه اللائحة التي بينها سأختار التكست سأضغط في شاشة الجوزيبرا وتظهر لي لنافيدة جديدة كما تلاحظون هنا ستسمح لي بتحرير نص من النص إذا قمت بإدراج نص مباشرة إذا قمت بكتابة نص هنا فإنني سأحصل على نص جامد أما إذا كنت يريد نص تفاعليا فإنني سأقوم باستداء شان فيد هنا سأقوم بالضغط على أبجيت وما أضغط على شان فيد وكأنني قمت باستداء هذا الشريط داخل هذا النص الأمر الذي سنستعمله بطبيق الحال هو الأمر C بطبيق الحال أولا باقي سنقوم بحساب باقي قسمة العدد N على إثنان إذا كان الباقي يساوي السافر فإن العدد سيكون زوجيا أما إذا كان الباقي خالص فإن العدد سيكون غفردي لأجل ذلك سنستعمله أحد الأوامر الأخرى الذي يسمى The Rest إذا كنتم بكتابة Rest داخل الشريط الكتابة ستحصلون على هذه النافذة التي تحمل أمرين المقسوم والمقسوم عليه وكذلك يمكن استعمال هذا الأمر في الحدودية The Polynos سأقوم بمسح هذا الأمر من هنا ولأنني سأقوم بسداهي داخل هذا النص سأكتب داخل هذا الصندوق الفارق C بين قوسين ثم سأقوم بالدخول داخل الأقواص وأكتب الشرط C إذا قمنا بحساب The Rest 2 ووجدنا أن النتيجة الساوية السفر فإننا سنطلب من الجيوزيبرا أن يكتب النص Pair أما إذا لم يتوفر هذا الشرط هذا الشرط الذي سنقوم بالتحقق منه C إذا سأكتب بين المزدوجتين Pair ثم أضغط يمكن التأشير على هذه الخانة هنا فهم Latex حتى تكون كتابة خاصة بLatex ثم أضغط على Pookie لاحظوا أنني حصلت على نص هنا يمكن أن نقوم بتكبير حجم هذا الخط مثلا Grund أو Très Grund Plus Grund مثلا ثم يمكن الآن تغيير قيمة N باستمال الزالقة أو باستمال Z الخاص بالفض لاحظوا عندما تكون N تؤشر على العدد 16 عندما هذه الزالقة تؤشر العدد 16 فإن النص الذي يصدر أمامنا Pair مثلا إذا قمت كذلك يمكن تغيير قيمة كما تشاء 1 يسوي 10 ستظهر من النص Pair 1 يسوي 1 يسوي 1 يسوي 30 إلى آخر لاحظوا بأنه يمكن إنشاء برمجية تفاعلية بطبيعة الحال تتعلق بزوجية عدد صحيح المثال الثالث الذي سنقوم بمعالجته المثال الثالث سأقوم بمسح هذه النصوص سأقوم بمسح هذا النص سأقوم بمسح بطبيعة الحال باق ثم سأقوم بنسح هذه المثال الثالث الذي سنقوم بمعالجته قلت يتعلقه بمبرهنة VTOWRES سأقوم أولا بإنشاء مثلث UnPolygon مثلث هكذا يمكن تغيير بطبيعة الحال لون الأضلع مثلا إلى اللون أحمر أو إلى اللون الأسود من الأفضل هذا المثالث هو بطبيعة الحال مثلث طبيعته غير معروفة ليس بمثالث متستوي الأضلع ليس بمثالث متستوي الساقين وليس بمثالث قائم الزاوية كما تلاحظ أريد أن أبرمج برمجية أريد أن أنشئ برمجية تسمح لي بالتعرف على طبيعة المثالات إذا كان قائم الزاوية أو إذا كان غير قائم الزاوية لأجل ذلك سنقوم بإظهار لزيتيكات أولا هذه القطعة سمّها الجيو جيبرا السي سأكتبه بجانبها السي هذه القطعة سمّها الجيو جيبرا بي وهذه سيسميها بطبيعة الحال القطعة سنذهب إلى إدراج نص هنا ثم سنطلب من الجيو جيبرا ماذا سنطلب منه أن يفعل سأقوم أولا بسحب سحب النص إلى اليسار هكذا ثم سأقوم بإضافة هذا النص قلت بأن النص الذي أريد أن نحصل عليه سيكون النصا تفاعليا لأجل ذلك سأذهب إلى الشنوبيت ستظهر لي أو سيظهر لي هذا الصندوق الفارغ بداخله سأستدعي الأمر C التي هي التي سنستعين لها في هذه البرمج سنعتمد على مباراة الفيتا غرش العكسية إذا كان A2 يساوي B2 زائد C2 إذا كان A2 يساوي B2 زائد C2 أو أتنسي هنا أو B2 بمينسكيل B2 يساوي A2 زائد C2 أو على كذا نكتب أو على الجيو جيبرا بالنسبة للطريقة الكتابة والطريقة الكتابة لها أتنسي هناك وإذا كان سو ستنين ISO A주고 باو ستنين فإن هذه المراحلة ستكتبه Rectangle أما إذا لم يتوفر هذا الشرط فإننا سن起صل على triangle непа Rectangle لذا سأكتبه ABC Rectangle ABC Rectangle أما إذا لم يتوفر هذا الشرط فإننا سأكتبه ABC, Ple schöne Rectangle ونقوم بالضغط على ونقوم بالضغط على نقوم بتحكم في النقاط او بيوسي على طريق زر الفأرة لاحظوا عندما اضعوا الص في هذا المكان مثلا فإنني فعلا احصل على هذا المتلج قائم زوية في بي يمكننا التأشير بطبيعة الحال على الزوايا هنا يمكنني انشاء زاوية زاوية بي هكذا يمكنني انشاء زاوية ا هكذا ويمكنني انشاء زاوية الص هكذا طبيعة الحال هذه الزاوية كما تلاحظون هنا لكل زاوية نص اسم وقياس يمكننا اخفاء هذه القياسات والاكتفاء فقط بالرموز عندما تكون الزاوية قائمة فان الرمز سيتحول بطبيعة الحال من رمز الزاوية العادية الى رمز الزاوية القائمة سأختار هنا في شيء لزيتكاد سأقوم باخفائها هذا المتلج هو متلج قائم الزاوية في بي مثلا هنا المتلج لم يعود قائم الزاوية يمكنني ان اغير لكي يصبح المتلج مثلا قائم الزاوية في هكذا لاحظوا بان المتلج اصبح الآن قائم zal Active يمكنني كذلك ان اغير مكان الخطبي حتى يصبح المتلج قائم الزاوية في F هذه البرمجته تحضيف Kat لتخريع بطبيعة مثلا هنا لدي اشكال في الزاوية سأضغط على الزاوية وذهب الى هذه الخانات هنا ثمritis على 100 degré 0 درجة نفس الشيء هنا ما بين 0 و 180 لاحظوا عندما أقوم بتغيير الزاوية فإنني أحصل على دائما إذا كانت الزاوية قائمة سأحصل على رمز الزاوية القائمة هذا المثلة الذي يتواجد هنا ليس بمثلة قائمة الزاوية لكن الآن لاحظوا لاحظوا الآن أصبح متلة قائمة الزاوية أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحصة وإلى حصة مقبلة بحول الله